كيمبريش كومبيوتر ساينس الشابتر 5 The Internet and Its Usage Part 2 من أول الهاك أول الشابتر ده بتاع الانترنت وكمان بقى فيه security وفيه problems وفيه how to solve these problems طيب أول problem بقى هنتكلم عليها دلوقتي الهاكين يمكن السيشن اللي فات اتكلمني على Denial of Service Attack وhow to protect yourself from Denial of Service Attack طيب دلوقتي بقى يا ابني تعال نشوف الهاكين Hacking is the act of gaining illegal access to a computer system without the user permission يبقى دلوقتي انت هتعمل hacking without the user permission طيب يبقى illegal access to a computer system this leads to identity theft وهنا لو سرقت الإيميل بتاعك هبعت إيميل باسمك لو سرقت Estatial Networking Website بتاعك هحط بسطات باسمك يبقى دي اسمها identity theft Gaining of personal information وData can be deleted وPosted on وChanged وCorrupted يعني موضوع الهاكين الconsequences بتاعته صعبة ماشي طيب يبقى داهم اللي هو الهاكين دي متكررة ملهاش لازم الوقاو طيب ان شاء الله بقى لاتر هنتكلم كتير على how to protect yourself من الهاكين موضوع الpassword وموضوع البيومتريكس اللي هي fingerprint وفي حاجة اسمها two-factor authentication في حاجة اسمها firewall في حاجة اسمها proxy server كثير من الماثدس دي بتساعد على منع الهاكين بس أنا دلوقتي درستلك الهاكين والconsequences طيب تعال دا الرسلت malware الطبيق دا برضو جديد يعني ايه malware malware is the general term for all malicious software او harmful software خلاص يبقى malware is software program designed to disrupt or damage data يعني هي شبه الvirus بس honestly الفيروس نوع من انواع المالوار خلاص يبقى malware is the general term for all harmful malicious programs replicates itself وفيل the hard disk دا لو فيروس لما هو المالوار شبه الفيروس وكل يعني عندك فيروس وعندك حاجة اسمها trojan horse وعندك حاجة اسمها spyware طب تحمي نفسك ازاي من المالوار تحط anti-mallware تحمي نفسك ازاي من الفيروس تحط anti-virus تحمي نفسك ازاي من spyware تحط anti-spyware يعني الامور قريبة وساعات بيسأل بص بقى يا ابني انواع المالوار 1-2-3-4-5-6-7 ذكرهم كوي اصل دول منهج جديد وممكن يسألك فيهم specific خلاص طيب اول حاجة فيه الفيروس والرسمة اهي وفي حاجة اسمها الورم الفرق ما بينهم بسيط الفيروس بيلزق نفسه في فايل عشان يعيش الورم ينتقل من سيرفر لسيرفر على النتورك من غير ما يلزق نفسه في فايل تروجان هورس ده بستخدمه عشان اعمل بي هاكين سباي وير يتجسس على الكمبيوتر بتاعي ياخد فيه السباي وير منه حاجة اسمها تي بورد لوجر بيقرأ اللي بكتبه على الكيبورد ويبعثه للهاكر وفي حاجة كمان بتقرأ الكوكيز يبقى ده سباي وير اد وير بيطلع لك اعلانات ران ساموير بيعمل لك انكريبت للفايلات اللي على الكمبيوتر عندك ويقول لك ادفع فلوس عشان اديك الباسورد او الكي اللي تحكي بيها الفايلات ران ساموير هدية خلاص طيب يبقى دي هنا يا شباب ادي المال وير و ادي ايه الرسمة بتاعتهم ماشي طيب جيبقى مرة قالك methods to protect from malware use an anti malware program and keep it up to date عشان يبقى protecting you from the latest discovered malware يبقى up to date زي نفس الجملة لو اتكلمنا على الفايروس هيقول use anti virus program and keep it up to date ماشي you do not use or download file from unknown sources حق شوية احتياطات بقى ما تعملش download من unknown sources ما تفتحش attachment من unknown emails او links ما تستخدم شي اللي هو pin drive اللي هو anti malware والبقين كلهم ايه نصائر تمام كده يا شباب واده الصورة بتاعت اللي هي المال وير اهي قدامك اهي المال وير ايه يا شباب في فيروس في وورم في تروجان هورس في سبيوار ادوار ورانساموار تمام عشان ساعات تحفظهم تحفظهم بالعدد ساعات بيقولك ايه انواع بقى المال وير او مثلا يديك مثال ويقولك other طيب تعال ابني نعيش شوية مع الفيروس viruses are programs لما يسألك على الفيروس تقول انه هو program عشان ما يبقاش الفيروس بتاع البيولوجي that replicate itself هو اللي بينسخ نفسه without the user without the user intention ماشي انا اسف virus are programs that replicate itself with the intention of الفيروس بقى الانتنش بتاعو ايه delete الفيلات بتاعت corrupt الفيل causing the computer to malfunction for example deleting .exe لهو الexecutable program filling up the hard drive with useless data and so on ماشي طي يبقى دي هنا يسيدي الفيروس بيعمل هذه الأشياء tasks carried out by antivirus software يبقى انت بقى how to protect yourself from viruses تستخدم antivirus software الantivirus software scan file for virus it detects identifies a virus فيه بقى حاجة اسمها runtime protection أو real time protection بيبقى الantivirus شغال في background بيعمل schedule scan وcomplete scan وبيعمل حاجة اسمها quarantine يعني حط الفيروسات أو الفيلات الinfected في الحجر الصحي ماشي notify the user of possible virus automatically update ماشي to protect you from the latest virus discover تمام كان جيه مرة فيه جملة برضو شفتها في mark scheme كده recent انه هو بيبقى جواه الكود الاكواد بتاعت الفيروسات المعروفة وبيعمل scan للفيلات لو لقى كود منهم يعرف ان ده فيروس طيب يا شباب بيبقى ادي الفيروس وازاي تحمي نفسك منه بعد كده الورم وما هو شبه الفيروس مش فارق كتير stand alone malware مش بيبقى مش بيبقى file الفيروس لازم يبقى attention their intention is to spread to other computer corrupt the whole network بيبقى بيتخفى بيتخفى ويخش عال computer system وبعدين يخلي الاخرين يعملوا hacking عال computer system a trojan horse is a program which is often disguised as legitimate software هو مخب نفسه وعمل نفسه software original يعني عادي مش شرير ولا حاجة but malicious instructions embedded لو حصل له install بقى give cyber criminals access يبقى بيخلي الhackers يقدروا يعملوا hacking عال computer ده تمام بعد بيعملوا hacking access personal information such as ip address password other personal يبقى ادي كده يا ابني موضوع trojan horse اللي spyware بيتجسس عليه spyware طيب يبقى اللي spyware برضو gather information by monitoring user activity الwebsites اللي انت بتزورها التكست اللي بتكتبوا على الكيبورد فما هو ال spyware عنده ايه عنده keylogger keyboard logger نوع من ال spyware بيقرأ اللي بتكتبه على الكيبورد ويبعاته للhackers طب انت مرة هتكتب username وpassword على الكيبورد اي نعم ما بتبقاش بهذا الوضوح يعني بالنسبة للhackers بس اهو threat عشان كده البنوك بتخليك تكتب الpassword على الشاشة عشان لو انت infected by keylogger ما ايه ما يسمى it is more difficult to interpret حركة الماوس على الشاشة اصعب كتير من الزرار اللي بتكتبها على كيبورد وكمان الارقام على الشاشة بيخلوها irregular علشان ما بتبقاش one two three يعني تبقى ايه واضحة لأ بتبقى برضو الاحروف والارقام irregular طيب يا شباب ماشي ما هو ده بقى حوار ال spyware طب تعمل ايه تستخدم anti spyware ما احنا كل حالة نستخدم لها anti ماشي detect and remove spyware installed illegally on the user computer system من انواع ال spyware بقى يا شباب اللي هو ايه key logging software يبقى ده نوع من انواع ال spyware the user would receive an email with an attachment or link containing the spyware or the user could click on the link on an untrusted website when the attachment or link is clicked the spyware is downloaded to your computer يبقى هيهجم عليك ازاي اللي هو يجي لك email في attachment في spyware او يجي لك link ما هو later كمان شوية هنتكلم على phishing والfarming خلاص المهم هتبقى بقى ايه انفكتد The key logs are analyzed And common patterns or words In the key logs Would allow a password to be identified يعني اهو بطريقة ما طيب Avoiding key logging Use on screen keyboard البنوك دايما تخليك تكتب Password on screen او drop down menu عندي صورة لdrop down اهي صورة لdrop down menu وهنا مش طالب منك الباسورد كلها طالب منك الثاني والفيفث والسيكس والاي ليه علشان الهاكر علشان يوصل للباسورد لازم يعملك هاك كذا مرة واساسا الهاكر مش عارف انهي جزء من الباسورد انت بتكتبها والباسورد بتكتبها على الباسورد بتكتبها على الشاشة فبتبقى الدنيا ايه very secure يبقى انت بقى تفهم شوية الايدياس دي وجاوب بيه دلوقتي احنا عندنا خايفين من الايه ال spyware في منه نوع بيقرى الكوكيز واحنا تكلمنا في موضوع الكوكيز ده في منه بقى نوع spyware اللي هو بيقرى اللي بتكتبه على keyboard ماشي ما احنا لانا قاسف في منه نوع اسمه keylogger يبقى ال spyware بيقرى الكوكيز والkeyboard الكي لوجر بيقرى الايه الكيبورد بس طيب تحمي نفسك ازاي تستخدم انت spyware تمام وبعدين وبعدين بقى نتكلم على ان انت تكتب الباسورد على الشاشة البطنز بتاعة الكاراكترز والديجت بتبقى non standard او drop down menu وساعات بيطلب منك جزء بس من الباسورد علشان الباسورد ما تبقاش revealed in one attempt خلاص كده يا شباب يبقى the position of digit on the keyboard can change each time the numbers on the keypad are in random non standard format which makes it more difficult to interpret خلاص هنا برضو four character from the password drop down boxes cannot be recorded as key presses the hacker never find all characters at the first time يبقى ادي يا شباب موضوع ال spyware والkey logger وآدي ال methods of avoiding الادوار ده ابن حلاه هو طبعا annoying بس ده بيطلع اعلانات بس فالادوار is a type of malware least dangerous flood a computer with unwanted advertising طبعا بيبطأ الكمبيوتر annoying redirect a user to a browser or a website appear from pop-up المهم يا شباب ما هو redirect a user to a fake website او ماشي دي هنذكرها بقى اللي هي phishing و farming خلاص يبقى هو ده اللي هو flood a computer with unwanted advertising الرانسام وار شريه في انه ايه؟ انه هو بيعمل encrypt للفايلز اللي على الكمبيوتر عندك وانت كاونر you can not access your own files او بقى ransomware طيب طب وبعدين بيطلب منك بقى some money وهو الرانسام فدية عشان يديك الكود اللي تفك بيه الفايلات بتاعك طيب ال protection بتاع الموضوع ده بقى طبعا anti spyware وanti ransomware وanti malware كمان تبقى عامل backup للديتا بتاعتك علشان لو الديتا الاريجنال جاء عليها ransomware وencrypted تقوله مش هتفعلك حاجة انا عندي الاريجنال بتاعها موجودة على flash memory او حاجة خلاص طيب الامثلة دي يا شباب بتبقى مهمة جدا some statements may apply to more than one internet security risk طيب دلوقتي هنا بيقولك ايه captures all data entered using a keyboard اه حط عليه spyware لان اللي spyware من جواه الكيبورد logger هو مش هتطلق الكيبورد logger عشان السؤال ما يبقاش واضح زي الشمس can be installed onto a web server الفيروس واللي spyware prevent access to a website in denial of service attack بتاع السيشان اللي فاتي malicious code on a computer الفيروس واللي spyware self replicating الفيروس بس damaged files on the computer hard drive الفيروس بس تعال هنا برضو ايه مثال تاني denial of company is concerned about threats to its web server customer cannot access the website will lead to loss of sale or loss of reputation الprotection الprotection تستخدم firewall او proxy يبقى denial of service اتا ماشي ال impact ايه threat اسمه denial of service اتا ال impact customers cannot access the website هيبقى تحتها loss of sale و loss of reputation طيب ال threat اللي بعده virus or malware طيب ايه بقى ال impact data on the server may be deleted or changed server may be filled with data and crash الحال اللي تعمل ايه anti-virus unauthorized access ده بقى هاك data could be deleted stolen or changed how to protect ال firewall والpassword والbiometric واللس two-step verification انزكرهم انشاء الله المهم يا شباب ادي هنا ايه threats كتير تعال انزكر كمان phishing و farm انا عايزك تبع عرفه مطالب الاي سي تيم ذكرهم كويس او phishing يا شباب يعني فيك ايميل farming يعني فيك ويب سايت وهنبدأ ده ما بدي قصة ازاي هما الاتنين زي بعض ساعات يقول لك similarities indifferences ما بين phishing و farming لاثنين مع بعض طيب تعال نقول على الاول phishing اللي هي فيك ايميل phishing occurs when a cyber criminal stands out legitimate looking ايميل ايميل that looks authentic بس هو مش authentic the ايميل may contain link or attachment that when initiated take the user to a fake website if a feeling or attachment that the feelings or attachment that may take take the user to a fake website a lot of fake website هو farming or they may trick the user into responding with personal data for example bank account detail credit card detail the email usually appear to be genuine it looks like you know a game in facebook it looks like you know a game in city bank هو بياخد البanner بتاع facebook ويحط ماشي it is designed to steal sensitive information it is sent in the hub of gathering personal information it required the user to click on a link طيب وهنا بقى في هو حطت لك المثال ده هوت علشان اول حاجة from paypal وال email address paypal at customer notice 55 dot com it looks ان دي حاجة free اساسا او public وهو مفروض او مفروض او paypal و بعدين two paypal user ماشي دير customer مش اي ال دير واسم ال customer وهو لو جاي مخصوص لي كيف اسمك في لكن ده دير customer بابوت لكل الناس ماشي لو قريت لو قريت في هتلاقي في spelling mistakes وبعدين هتطلك link تدوس عليه ده بقى اللينك ده هو اللي هيوديك على farming اللي هو fake email يبقى اللينك ده هو اللي هيديك على farming اللي هو fake email طالب منك password الله تدخل مني password ليه تمام وتلاقي بقى ايه urgent ومعرف شي ايه طيب ما هنا في حاجات كتير توحي ان الايم ده خلاص انا اسف بقى ده phishing ما تصدق لانه ايه fake email اما farming بقى والحاجات ده diagram بتيجي في الامتحانات ما هالدنيا بتتغير دلوقتي diagram بتيجي الامتحانات انا كنت حطت diagram ده في notes للطلبة بتوعي وجالهم diagram ده في الامتحان انت اللي رسمته يبقى عود نفسك ان انت ترسم بقى دلوقتي diagrams to represent attack او حاج خلاص طيب ايه farming farming ان انت تعمل fake website طيب مين اللي هيسيب original website ويروح على fake website لا ما هو بقى فيه malicious code يبقى farming مع malicious code او email جاي تبع الفishing يعمل لك redirect لل fake website ولو بقى الفيروس ده كمان اللي هو malicious code جاي على domain name server ماذاكرو انت لما بتكتب domain name او url domain name server بيديك ip افرد ادك ip بتاع fake website خلاص يبقى farming is malicious code installed on the user computer or on the domain name server the code redirect the user to fake website ما هي المشكلة بقى لو انت في fake website بتكتب user name و password ودست submit السubmit هيروح للايه للhacker بقى انت في fake website بتكتب username و password بتاعت الweb site الاصلي بتودها في fake website خلاص the creator of the malicious code can gain personal data such as bank detail لو دخلت fake website وكتبت bank details هيروح للhacker لو دخلت fake website زي amazon واشتريت بالcredit card number هيروح للhacker خلاص طيب يبقى often the website appears to come from trusted source lead to fraud identity theft steal information تمام يبقى الواتي user clicks on a link or opens an attachment that triggers downloading a malicious software خلاص onto the computer when the user enters a website address he is redirected to a fake website طيب قت اسئلة كتير يا شباب similarities with differences between phishing و farming هم اللي تنين are designed to steal personal data هم اللي اتنين they appear to be a real company or a real person الفر اب ال farming الهل fake website uses malicious code installed on the hard drive ال phishing is a form of an email ال phishing requires the user to follow a link or open attachment ال phishing involves the user of email ال phishing involves the use of email where farming involves the use of malicious code ماشي phishing involves clicking on the link or attachment whereas farming creates a redirection تمام طيب يبقى دلوقتي بعد كده ال spam ال spam يعتبر يعني unwanted emails وخلاص يعني phishing وال farming الفishing بيبقى careful design ال spam unwanted emails وخلاص تمام طيب بعد كده عندك ايه بقى اخر حاجة اللي هي spam اللي هي junk unwanted emails send to large number of people use for adversizing and spreading of malware fills up the mailbox اخر حاجة بقى دلوقتي اللي هو social engineering اللي هو يعني ايه يضحك عليك برط social engineering is manipulating deceiving or tricking people to obtain data يما هو مش بيعمل hacking بس بيحط ك في situation يخليك ايه ترد علي تدي له ايه credit card number مثل حاجة تفكر يقول لك urgent خلاص social engineering occur وانا cyber criminal create a social situation يسرق account بتاع حد من اصدقاء المهمين ويقول لك طب سلفني فلوس من account بتاع صديق lead to potential victim dropping their guard manipulation into breaking their normal security procedure there is no hacking social engineering ما في حاجة they willingly give their details ماشي يعني يقول لك مثلا ايه انت عندك virus اعمل download للانت virus وهو الانت virus هو virus اس طب examples of social engineering عشان الحتة دي جديدة فانا جايبها لك من text book وخلاص ايه innocent messaging اللي هو الwhatsapp بس انت عارف commercial names تمام malicious linked are embedded into innocent messages for example important software upgrade relies on the user curiosity يبقى يجي لك message ويقول لك important upgrade او update انت curious بقى تدوس عليه تروح منزل virus scare wear حاجة تخوح scare wear for example fake antivirus that looks real this is often done using pop up message that claim that the user computer is infected the user stole they need a fake antivirus immediate هو اساسا ما عندوش حاجة والfake antivirus ده هيب هو المصيب email و phishing scam scam يا شباب يعني خديعة طب ما احنا لسه مذكرينها باشي the user strict by appearing genuine genuineness of an email and open a link in the email redirect to affect website وكلام من طب اب the cyber criminal leave a malware infected memory stick يسملك memory كده محطوطة وانت برضو عايز تعرف هي بتاعت مين تحط ها في الجهاز بتاعك او عايز تعرف عليها ايه تحط ها في الجهاز بتاعك يجيلك الفيروس phone calls it professional call the user claiming their device has been compromised والحاجات دا ماشي يا شباب طيب قديني درستلك ايه شوية threats كتير تعال نحل عليها شوية يالله هاتلي page 215 يالله 23 specimen paper 1B مهو كان في تنين specimen نزلين في 23 a student is concerned about the threats to their computer using the internet the student wants to use some security solutions to help protect the computer from threats identify a security solution that would be used to protect the computer from virus hacking و spyware ايه اللي يحميك من الكمبيوتر virus اهو الكمبيوتر virus تحط antivirus soft ممكن تحط firewall او توفر الfirewall لحلتا بس الvirus تحط antivirus soft طيب ايه اللي يحميك من الhacking الfirewall بس cannot be awarded if used with virus او spyware الhacking اللي يحميك الfirewall والpasswords والbiometrics والtwo step verification هنذكرهم ان شاء الله طيب ال spyware تستخدم anti-spyware بس ما تكونش قلت فوق انا anti-spyware تستخدم برضو firewall بس ما تكونش استخدم المهم يا ابني تحط various protection methods تمام طيب describe how each security solution you identified in a will help protect the computer virus كل واحدة من دولة لها الشرح بتاع يبقى انت مثلا ايه protect computer virus هتقول مثلا anti-virus scan the computer system for virus has a record of non-viruses remove quarantine any virus that it has found هي اللي انا عجباني دي has a record of non-viruses الantivirus عنده record of non-viruses الفايروول لسه بقى هنذكرهم الفايروول والباسورد الباسورد واضحة بالنسبة لكم طب يلا اكتبوا الاجابات عنده الفايروول والباسورد والبيومتريكس والtwo step verification الحاجات دي ان شاء الله جاية later في اللي chapter يعني الفايروول monitors in going and outgoing traffic الباسورد make الباسورد stronger البيومتريك fingerprint وretina scan وfeast recognition two step verification بيبعث لك code على الرقم التليفون اللي متسجل تستقبله واتدخله جوا الweb site عشان يثبت ان انت الشخص اللي معاك رقم التليفون اللي استخدمته اول مرة وانت بتفتح الحساب طيب الحاجات دي بتذكرلك الشابتر كله بصراحة يعني طيب تعالى دلوقتي هنا بيقول لك مليون او ايميل ارسن بتوين users on a daily base اللي هو irregular ايميل identify two online security attacks that can be carried out using ايميل يبقى اول واحدة بقى اللي هي ايه اللي هي الفيشن ممكن الفارمينج وهم الاثنين شبه بحث describe how the email is used to enable the attack يبقى الonline security attack with description يبقى انت دلوقتي الايه الايميل ممكن يعمل ايه security attack بص على mark scheme الفيشن الفارمينج يبقى لك فيروس او مالوير يعمل لك denial of service attack قال لنا في الفيشن والفارمين احسن اتنين يبقى email is sent to user to encourage them to click on link that take the user to fake website طيب ما هو ده first phishing that lead to a fake website email is send user encourage them to download attachment trigger download malicious code redirect the user to a fake website خلاص ال email encourage them to click download online security attack can maliciously damage data one security method keep data safe from attack is firewall two other security methods ال ايه تاني بقى ال encryption ال password ال two-step verification biometric device fingerprint retina scan anti malware antivirus proxy serve طيب يا شباب السؤال اللي بعد what is what is meant by what is meant by farming what is meant by spam اهو سؤال مباشر يلا اكتب يعني ايه phishing farming spam اجيب لك mark scheme طيب يلا يا ابن اتفضل اهو phishing اللي هي ايه fake email legitimate looking emails sent to use to user the user click on attachment link sent to the fraudulent website ask to reveal design to steal sensitive information طيب ايه هو farming malicious code downloaded on the user drive hard drive redirect the url request to fraudulent website بدل ما تخش على amazon الحقيقي تخش على amazon fake ask برضو reveal design or steal sensitive information spam the اطياب واحدة فيه junk unwanted emails sent to large number of people use for advertising spreading malware fills up mailbox يالله شبه رأيت الصفحة somebody is still concerned that his computer might get infected by a virus three other ways reduce the risk his computer getting in virus infected by a virus use a firewall use a proxy server كل ده بيحميك من virus session القادمة do not download software نصائح do not share external storage device do not open take care when opening attachment do not connect to network خلي computer بتاع stand alone limiting access to the computer precautions علشان تألل possibility of being infected by a virus طيب يلا اسئلة تاني fishing و farming اهو تكرارات هي كل الحاجات دي مثلا مثلا السؤال ده زي ما بقول انا حطيته في النوت similarity and differences between fishing and farming ماشي تعال السؤال ده مختلف شوية يستاهل المذاك وطبعا اللي في النص ده كل واجب عليه طيب somebody 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 has laptop computer that he use for his business he enter a username and password to log into his laptop he is worried about spyware محنا قولنا spyware عنده keyboard logger أو keyboard log to find out his username and password describe how the spyware could be used to find out his username and password طيب أدل إجابة قدامك أت قل for example keyboard logger is used و example من spyware keyboard logger طيب spyware is downloaded without knowledge spyware record key presses data is relayed back to third party data is analyzed patterns could be reveal login detail detail can then be used to login into the computer reboot يلا يبقى احنا بنقول انه هو عنده laptop computer وخايف spyware يكتشف الuser name والpassword بتاعه طيب يبقى هو ده a description of how the spyware would discover his username and password time how he could log in securely without typing a password ياسيد يتكلم على biometric أو two-step authentication احسن حاجة الbiometric اوقع حاجة الbiometric طب يلا اهو similarity and different between fishing and farming what is meant by fishing and farming والبتاع دي بقى ما احنا حطناها في النوت الفيروس وال spyware طيب تعال نحلها ونحل الاسئلة اللي ما يلا تفضل يبا ادي هنا page 225 لسه كنا بنقولها في الشرح capture all data entered using the keyboard اللي هو spyware can be installed on a web server الفيروس وال spyware prevent access to a website اللي هو denial of service attack is malicious code on a computer virus or spyware is self replicating virus damage the file on the user hard disk virus ثم ات سؤال 3 other types of internet security risks phishing و farming و ها clear el virus تمام طيب بعد كدا data could be accidentally damage human error power failure دي تلغت اللي هو اللي انت لازم تعمل backup to protect against accidental damage هادي سؤال تاني برضو بيتكلم على الفishing وال farming ها cookies بتالي احنا شرح cookies في station اللي فات تعال نحل عليها دلوقتي عند a customer access her website they will be given the message this website uses cookies what is meant by cookies why she uses cookies as part of her website explain what is meant by cookies small packets of data that are stored by the website cookies small packets or text files that are stored by the web server why she use cookies as part of her website to store customer passwords to store customer credit card so they don't need to re-enter in the future to track what the customers has viewed so can send adverts that match their preferences هو ده الغرض من الكوكيز بس الوحش ان ال spyware بيقراها ويبعتها للحقر ها فيه اسئلة ايه تاني key logging software و cookies ادي هنا cookies اسئلة الكوكيز هنا طيب يا شباب يلا اشتغل انت لصفحة ايه لغاية ما تلاقينا دخلنا في الاشياء اللي لسه ما ذكر نهاش ايه الاشياء اللي لسه ما ذكر نهاش السيشن القادمة بقى ان شاء الله ال authentication method keeping data safe authentication method عمل نعم ال user name والpassword ال biometrics firewall ماشي موضوع proxy server وبعد كده بقى encryption طيب ده السيشن القادمة بإذن الله بس انتو ذكروا وحلوا لغاية هنا شكرا جزيلا لحسن الاسلام